بعد شهرين من انطلاق الثورة في العراق أعلن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي عزمه على تقديم استقالته في خطوة عدها المرابطون في الساحات غير كافية مؤكدين أن هدفهم هو إزاحة النظام الفاسد بأكمله وليس استبدال دمية بدمية أخرى تحرك من الخارج انتظر عبد المهدي شهرين سقط فيهم المئات من الشهداء وآلاف الجرحى على يد القوات الحكومية والميليشيات آخرها ما جرى في مدينة الناصرية من مجزرة أطاحت أيضا بمحافظة ذيقار ومسؤولين آخرين في المحافظة في محاولة للتنصل من المسؤولية وإلقاء كل طرف باللائمة على الآخر لم يؤكد عبد المهدي استقالته بل وضع للكرة في ملعب مجلس النواب ليقبلها أو يرفضها فيما يشير مراقبون إلى إمكانية وجود لعبة مزدوجة بين الحكومة والبرلمان تفضي إلى عدم قبول الأخير للاستقالة بحجة عدم وجود البديل كما أن الأمر متعلق بالموقف الإيراني من الاستقالة والبديل الذي يناسب طهران الوجلة من الثورة وأهدافها الرامية لإنهاء دورها التخريبي في العراق وهذا ما أظهره الغضب الشعبي بإحراق صور المرشد الإيراني وأتباعه في العديد من المحافظات ومهاجمة القنصليات والمقرات الإيرانية الثورة مستمرة شعار أكده المتظاهرون ردا على خطوة عبد المهدي فالمشكلة لا تكمن في منصب رئيس الوزراء وإنما بالنظام الفاشل الذي أوصل العراق إلى ما وصل إليه وقبول البرلمان باستقالة عبد المهدي سيكون بمثابة حل ترقيعي وتدوير للنفايات السياسية الذي تعودت عليه الطبقة السياسية طوال السنوات الماضية كما أن رفضها يعني مزيد من الغضب والتصعيد في الميادين وفي الحالتين فإن أمام النظام وأحزابه وميليشياته أياما سوداء فلعنة الدماء البريئة التي سفكت ستظل تطاردهم ومحاولة بيعهم البلاد في سوق النخاسة سيعيدهم إلى مزبلة التاريخ التي جاءوا منها